سنكر وزير الصحة دكتور جمال الحربي حادث اعتداء بعض المراجعين على إدارة مستشفى الولادة معتبراً إياه حادثاً فادياً وغريباً عن قيم وأخلاقيات المجتمع الكويتي ويعكر صف العلاقة بين المرضى وبين الأطباء ومؤكداً أن الوزارة بشرت فور وقوع الحادث المؤسف إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتجاوزين للمحافظة على كرامة وسلامة العملين الذين يتفنون بالعمل بأمانة وإخلاص على مدار الساعة لرعاية المرضى وذويهما وأعرب وزير الصحة عن تضلعه لسرعة إنجاز التشريعات التي تغلض العقوبة على المعتدين على الأطباء والعملين برعاية الصحية بمختلف المرافق والتخصصات المزيد من التفاصيل حول حادثة الاعتداء على إدارة مستشفى الولادة ينضم إلينا في الاستوديو المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة دكتور أحمد الشطي دكتور ياهلا مرحبا فيك ما هي ملابسات الاعتداء وأسبابها؟ الأسباب صعب البد فيها لكن ملابساتها إنما يعني في عائلة تزور مريضة في مستشفى الولادة في خارج أوقات مواعد الزيارة تم الطلب منها بكل لطف إنها تتقيد بالنظام انتهى الأمر بنوع من الاحتكاك أصاب مجموعة من موظفي العلاقات العامة ونائبة مدير المستشفى هذا الحادث مؤسف قد يكون هو مفرد ومعزول لكن بالتأكيد يأتي ضم سلسلة من الحوادث سبقتها كان في اعتداء في الأميري اعتداء في العدان اعتداء في الجهرة في الفروانية وهذا يقرع نواقيس الخطر من أن هناك حاجة لا يستحق للتعامل مع ما يستحق هذا الحادث وهذه الظاهرة من حزم للارتقاء بمستوى الالتزام بالقوانيين لأن في النهاية نفخر بأننا دولة مؤسسات ولا بد من أن يكون مظهرنا حضاري بشكل أساسي طيب دكتور أحمد الوزير جمال الحربي أكد أن الوزارة باشرت بالإجراءات القانونية حيال من أو ضد من اعتداء على الموظفين ما هي هذه الإجراءات؟ بداية لا بد أن نؤكد دائما نردد في أعلى المستويات وحتى قاعدة الهرام في وزارة الصحة نحن في خدمة المرضى ومؤشرنا الحساس لجودة الخدمة هو المريض وكل ما نعمل لرعاية أفضل للمريض هذا جانب الآن لما نتكلم عن حق الموظف العام بصفة عامة وحق الموظف الصحة بأنه يشعر بأنه يعمل في بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامته يجد من يدعمه في مثل هذه الأمور هذا مو معنى أن نحن نتخذ موقف مسبق بلا شك نحن حريصين على أن كل ذي حق أن يأخذ حقه معالي وزير الصحة بدأ بتقصي الحقائق مجموعة من المعلومات حق الموظف في أنه يتبع كل الإجراءات التي يجد فيها اعتداء عليه سواء داخل إطار وزارة الصحة وخارجها لأنه إذا تطور الإطار إلى اعتداء باليد لا شك أنه هنا من حق أي موظف ومواطن حقيقة أنه يلتجأ للجهات الاختصاص لمتابعة هذا الأمر اليوم نحن في عطلة توقع بداية الأسبوع تتبع الأمور تتبلور كل الحقائق ستكون موجودة ومن حق كل موظفين أنه يجدون الدعم مو فقط الدعم المعنوي لكن حتى القانوني لتقديم ما يحميهم سواء هم أو زملائهم بشكل عام في مؤسسات وزارة الصحة ومرافق الرعاية الصحية طيب دكتور قبل قليل قلت أنه في أكثر من حالة اعتداء هل من إحصائيات جديدة حول عدد الحالات بالنسبة للاعتداء على الكوادر الطبية والإداريين بالمستشفى؟ أنا مو حاضر الذهني لكننا بالذاكرة القريبة كان هناك اعتداء على مدير مستشفى الأميري وقبل هذا العدان كان هناك للأسف مشاجرات تستكمل الشجار مع العلم أن قبل شمسنا غلضت العقوبة للأسف إلى الآن لا وهذا يأخذنا للموضوع الثاني نحن الآن سواء الوزارة أو الجمعية الطبية الكويتية تسعى إلى تحديث قانون مزاولة المهنة التي من خلال تحاول أن تغلض الحقوبة فيصير الاعتداء من خمسين دينار إلى مثلا خمسمائة إلى ثلاث تشهر حبس وإذا كان هناك اعتداء جسماني يؤدي إلى عاهة أو ما إلى ذلك تسير من ثلاث سنوات سجن أو خمسة آلاف دينار غرامة أو كلاهما فهذه من ضمن المحطات البارزة في القانونة التي نسعى حقيقة ونناشد سواء الوزارة أو أعضاء مجلس الأمة بيأخذ هذا الموضوع بما يستحقه لأن اليوم في صناعة الصحة وفي ما يصرف على الصحة لا بد أن تكون بيئة مناسبة للعطاء وأمكنها تتمتع بسلامة المرضى وسلامة العاملين على حد السواء طيب دكتور حضرتك ذكرت قبل قليل ولكن دعنا نتحدث بإسهاب ما هو جديد المحطات التشريعية لسير قانون حماية الأطباء وأبرز ما يتضمن هذا القانون لا شك أن جديد التشريع هو موازن لجديد الطب الآن هناك تخصصات مستجدة أجهزة مستجدة خدمات قفزة نوعية كبيرة بالانتقال من الخطوط نسميها الحكومية كمراكز رعاية إلى مراكز بالقطاع الخاص هذه تطلب يكون لها تقنين وحماية اليوم لما نتكلم عن عمليات التجميل وضحاياها هذا يحتاج نظرة نتكلم عن عمليات تحزيم المحدة يحتاج إلى نوع من الانتباه لها هناك كثير من الأشياء التي تطلب أن يكون هناك مزيج أخلاقي وقانوني يوازي وعي في المريض لأن حق المعرفة وحقه في جودة في التطبب مكفول وجانب أخلاقي تقوم فيه في البلدان الخارجية هيئات طبية مستقلة وعلى الآن هو موجود أمام مزارة الصحة ونرجو أن الأجسام الطبية عندنا سواء من جمعية طبية أو الأسنان أو الصيدلة أو التمريض كلهم باع في حماية أعطائهم لكن دون تفريط بالحماية الأولى لكلنا نسعى إلى التعبد من خلالها التي هي المريض والرعاية الصحية بشكل كبير إذن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أحمد الشطي كنت معنا للحديث عن حادث اعتداء بعض المراجعين على إدارة مستشفى الولادة شكرا جزيلا لك